ملف طيارة زنبيا اللي لسه متصدر الترند على الرغم من ظهور عبدالفتاح السيسي النقارد الفجر في الأكاديمية العسكرية وإلقائه بعض الخطب والكلمات عن أزمة الكهرباء وإن الاقتصاد إحنا مناش دعوه به وإن يا جماعة فيه كورونا وفيه حرب روسية أوكرانية وإحنا دنيتنا زي الفل إلا إن الناس كلها بتتكلم عن طيارة زنبيا في الوقت النظام المصري بيصدر عفو رئاسي عن أحمد دوما وقيمة تانية فيها 30 اسم محمد الله على سلامتهم بنبرك لهم على الحرية لكن الحقيقة في الوقت اللي أحمد دوما بيخرج فيه من السجن لازم نقول الحرية لمحمد بديع وخيرات الشاطر ومحمد البلتاجي وعبد المنعم أبو الفتوح حرية لسيف الإسلام التناحي والعبد الرحمن البيالي والحسن المرسي والأحمد عارف والقائمة طول أنا ممكن أعود من هنا لنهاية الحلقة بس أقول أسماء معتقلين أنا على المستوى الشخص أعرفهم مش شخصيات عامة ممكن بس أعد أقول الحرية لفلان وفلان وفلان لكن الإفراج عن أحمد دوما زي ما هو حاجة كويسة وحاجة جميلة وكلنا مبسوطين بيها زي ما هو دليل على أن النظام ده بيتعامل مع المعتقلين أو المسجونين أو النزلاء سميها زي ما أنت عايز أنهم رهاين لما بيتضغط عليه في حاجة بيطلع معتقل أو اثنين أو تلاتة أو تلاتين لما بتطلع له في ضيحة زي في ضيحة زنبا يقولك تبلمشغل الناس يا جماعة وخرج له محمد دوما الحمد لله أن دوما خرج مع كامل الاختلاف معا أنه كان يوم ربع على الهوى بعمل استوديو تحليلي زي استوديوهات الكورة مش دي قصة خالص معتقل ظلم ده ظلم عشر سنين أنا على المستوى الشخصي فرحان له جدا وكتبت على تويتر النهاردة وعلى فيسبوك حمد لله على سلامتك يا دومة ومبروك خروجك مع كامل الاختلاف معا في مواقف كثيرة جدا لكن ده كان معتقل ظلم وخرج لكن النقطة اللي بتكلم فيها هنا أنه لازم البقين يخرجوا ما هو اللي بيحصل يا جماعة ده أن أنت بتخرج ناس كان عليها عشر سنين ولا خمستاشر سنة ولا مش عارف وانت مصدع دماغنا بالقضاء الشامخ واستقلال القضاء في الآخر أنت بتتعامل معهم كرهاين فقصة أنك بتتعامل مع بني أدمين مصريين أنه هم رهاين عندك في سجون في سبعة وعشرين سجن ولا خمسة وعشرين سجن ولا أيا كان العدد الحياة ده بقى أسلوب غريب جدا ده بقى أنت بتتعامل مع الشعب المصري أنه أنت واخده رهينة عندك بتطلع اللي أنت عايزه وبتسجن اللي أنت عايزه يعني أنا الحياة مش قادر أفهم فين في العالم دولة بتتعامل زي ما مصر بتتعامل غير كوريا الشمالية يمكن يمكن الصين بتعمل كده مع الإغور يمكن مش عارف الهند بتعمل كده مع الأقلية المسلمة يعني اللي هي البلدان اللي فيها تطهير عرقي بتلاقي فيها آه نظام ماسك مجموعة كده زنقها في الحيط في معسكرات ونازل فيها ضرب فالنظام عندنا زنق الشعب بالمصري كله في الحيط ونازل فيه ضرب يقتلك بقى ظابط جيش يعدي عليك بعربيته في مدينتي يقتلك ظابط شرطة في سيدي براني يهجموا على الأمن الوطني ما تعرفش مين بيقتل مين وما حدش يقول لك حاجة يهربوا فلوس لزامبيا يحطك في السجن ومعني يطلعك ما هنتو رهاين هو بياخد منكو كده زي ما هو عايز فالحقيقة مبروك لأحمد دوما خروجه لكن على هذا النظام أن يحترم نفسه قليلا وأنه يتوقف عن سياسة التعامل مع المصريين كأنهم رهائن حرب عنده موجودين في السجود